الأمناء العامون للمجالس التشريعية الخليجية قاموا بجولة تفقدية لمبنى مجلس الأمة الجديد رافقهم فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغنم وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف الشول الإسلامي عقوب الصانع الجولة شملت مواقع مختلفة من المبنى الجديد اطلع خلالها أمناء المجالس التشريعية الخليجية على جوانب من مسيرة الديمقراطية والتجربة البرلمانية الكويتية كما تم عرض فيلم وثائقي للوفود الزائرة حول مفهوم الدبلوماسية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة